احنا تكلمنا باستفادة كبيرة جداً عن الأوضاع في غزة وأهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد ألية لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع وأيضاً إطلاق صراح اللاجين وأيضاً ما بعد الحرب وأنا بقول هنا في المؤتمر الصحفي إنه مهم جداً جداً إنه أوروبا تقوم بجهد كبير في هذا الأمر خلال هذه المرحلة من أجل تشجيع الأطراف أو الضغط على الأطراف إحنا من جانبنا في مصر بنبقى حارسين قوي إن إحنا نقوم بدور إيجابي كبير سواء مع الفلسطينيين حماس تحديداً طبعاً بالتعاون مع القطريين ومع الولايات المتحدة الأمريكية لكن مهم أيضاً إن أوروبا لها الثقة الكبير جداً جداً ومهمة أوي إنه خلال هذه المرحلة المهمة إنه يبقى فيه قوة دفع إضافية حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق يحاقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وأنا بسجل مرة تانية هنا فوق عن 40 ألف تم سقطوا في هذا الصراع تلتنهم من النساء والأطفال وأكتر من 100 ألف مصاب علاوة على أن القطاع بيتم استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين ده أمر خطير جداً جداً وبالمناسبة ده كان ليه تأثير كبير جداً على مصدقية وفكرة القيم الخاصة بحق الإنسان اللي إحنا بنتكلم عليها بعدنا سنين طويلة كان لها تأثير كبير قوي لأنها الحقيقة ده كان يعنيم انتهاك صارخ لحوه الإنسان وعلى مرمى ومسمع مننا كلنا وما قدرناش نعمل حاجة مرة تانية تحدثنا أيضاً على بعض الموضوعات الموضوعات الخاصة بأهمية استعادة الاستقرار في المنطقة في دول زي السودان وزي ليبيا وباقية الدول حتى حالة الاضطراب اللي موجود فيها الإقليم تنتهي وتتراجع وأيضاً أن لا تنزلق المنطقة لإضطراب أكتر من كده أو يتسع السرع فيها أكتر من كده في الدفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وغيره أختم كلامي أننا تحدثنا أيضاً على موضوع مهم جداً نحن نضعه في أولوياتنا هو خاص به ملف مياه النيل وستحديداً سد النهضة والتفاوض مع أسيوبيا فيما يخصها الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد وبقول أن نحن أكتر من عشر سنوات نحاول نصل إلى اتفاق طبقاً للمعايير والقوانين الدولية للمياه العبرة أو الأنهار العبرة للحدود وبقول هنا لنا كلنا عشان يبقى واضح أن مصر ليست لديها وسيلة أخرى للمياه غير نهر النيل اللي بقاله ألاف السنين بيتحرك بلا عوائق مرة تانية برحب بك فخامة الرئيس وبالوفد المرافق ليك وسعيد بوجودك معنا في مصر وأيضاً أنا سعيد بشخصيتك الرائعة والساحرة اللي دايماً منزل تقينا في برلين وأنا بسعى بيها بشكرك وبرحب بيك مرة تانية